السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً بكم مع عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار في هذه الحلقة نفتح ملف مراكز الرعاية الاجتماعية في بريطانيا ودور هذه المراكز في سحب الأطفال من ذويهم تقارير إعلامية تفيد بأن نظام الرعاية في المملكة المتحدة قد أخذ العديد من الأطفال من آلهم في حالات تكررت أكثر من أي وقت مضى في الأعوام السابقة ورغم ذلك فأنه لم يستطع إنقاذ أولئك الذين يحتاجون لمساعدة حقيقية من الأطفال المعرضين للخطر وخاصة من تعرض منهم في الآونة الأخيرة لعنف منزلي انتهى في بعض الحالات بالقتل فما الذي يجري وما حقيقة استهداف المسلمين أو أطفال المسلمين دون غيرهم أو أكثر من غيرهم في عمليات أخذ الأبناء القصر من ذويهم للتفاصيل حول هذا الموضوع أرحب بمسؤول فريق من الباحثين الاجتماعيين هنا في بريطانيا ومدير في إدارة المراكز الاجتماعية التابعة للبلديات السيد كايد غياضة أهلا بك أستاذ كايد في هذه الحلقة الموضوع حساس جدا ويحتاج لتوضيح من قبل من يعمل في الإدارة الاجتماعية حتى نزيل فعلا كثير من الغموض حول حالات ضم أطفال أو في بعض الحالات الأسر تدعي خطف أطفال من قبل الرعاية الاجتماعية لكن قبل ذلك كونك تعمل في الرعاية الاجتماعية ما هو نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا وكيف يعمل؟ نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا مرتبط بالقانون وهناك قانون تم سنه في عام 1989 هذا القانون يقول أن الأطفال لهم حقوق منفصلة عن حقوق العائلة طبعا بريطانيا انضمت لاتفاقية الاتحاد الأوروبي في حماية حقوق الأطفال وطبعا تطبق قوانين حقوق الإنسان وحق الطفل في تقرير مصيره وحق الطفل في الحياة وحقه في الرعاية وحقه أنه يكون في عنده عائلة وحقوق كثيرة مرتبطة بحق الأطفال ما أبرز هذه الحقوق التي يمكن أن تتناقض مع بعض المبادئ والتقاليد العربية والإسلامية؟ يعني إحنا لازم نكون فهمين أن الثقافة العربية هي مختلفة جدا عن الثقافة الإنجليزية البريطانية اللي إحنا طبعا بنحاول نتأقلم وننسجم مع هذا المجتمع في هذا المجتمع طبعا ممنوع أنك تضرب الطفل جسديا ممنوع التعنيف اللفظي الاجتماعي العاطفي النفسي هذا الطفل تتعامل معه بلغة الحوار بلغة التفاهم تتعامل مع الطفل حتى في العقاب تعاقبه من خلال الحوافز أخذ الحوافز أو أخذ الألعاب أو يسمى بالعقاب السلبي نعم يعني هذه المبادئ أستاذ كايد لا تتناقض أصلا مع المبادئ الإسلامية المبادئ الإسلامية تنص على احترام خصوصية الطفل وتربيته دون عنف واحترام مشاعره لكن المشكلة أن بعض الناس يترجم هذه المفاهيم بشكل خاطئ وأقصد المسلمين والعرب لذلك هنا في بريطانيا هذه القوانين التي تحمي الطفل ما هو الخط الفاصل بين هذه القوانين وحماية الطفل وحقوق الآباء في رعاية أبنائهم؟ يعني أنا أول شيء بشوف أنه دائما بأنصح الآباء والأمهات يكون عندهم صبر في التعامل مع الأطفال يكون عندهم التعامل بهدوء بدون استخدام للعنف محاولة لفهم الطفل سلوك الطفل لماذا الطفل يتصرف بهذه الطريقة وكيفية التعامل مع الطفل من خلال الحوار من خلال التفاهل من خلال توضيح الصورة بشكل أفضل من خلال إعطاء نصائح توجيهات للطفل أمور من هذا القبيل الأمور التي عندما تحدث حادثة وطبعا إما من خلال الاتصال بالشرطة إذا كان فيه عنف أسري ما بين الأباء طبعا الشرطة تلقائيا بتحول القضية للشؤون الاجتماعية في قضية أخرى أنا حصلت وعرفت فيها في مجتمعاتنا العربية أن أم عنف الطفل أمام معلمة الروضة فمعلمة من الروضة حولت القضية للشؤون الاجتماعية مثلا أم راح تجيب ابنها من المدرسة والولد غلطان فضربته كف قدام المعلمة المعلمة اتصلت على الشؤون الاجتماعية وحولت القضية فيه طرق كثيرة للتحويل العائلات للشؤون الاجتماعية طبعا ممكن الجيران إذا سمعوا الجيران الأب والأم صوتهم مرتفع ممكن يتصلوا على الشرطة ممكن يتصلوا على الشؤون الاجتماعية فيه كثير كضايا أنا بحاول أن أوجه هذه المصيحة كيف يصل الأمر للشؤون الاجتماعي حتى أنه يتجنبوا أول شيء وأيضا حتى يعرفوا الطريق السليم للتعامل مع أطفالهم طبعا يعني العنف أصلا مرفوض من حيث المبدأ بالضبط لكن سؤالي لك بلغة الأرقام هل هناك مشكلة هنا في بريطانيا بالنسبة للأسر العربية والمسلمة التي يتم أخذ أطفال منها مقارنة مع المشاكل التي تحصل مع عموم البريطانيين من غير الذين لديهم أصول عربية أو إسلامية يعني أي طفل يتم أخذ من عائلته هذه مشكلة أنا أراها يعني لا يجب أن يكون أي طفل معرض أنه ينفصل عن عائلته يتم تربيته من عائلة ممكن ما تكون العائلة مسلمة العائلة الراعية تكون مش مسلمة مثلا الثقافة العائلة تكون مثلا فلسطينية سورية مصرية من أي دولة عربية تروح العائلة الراعية تكون هي من ثقافة مختلفة تماما من أمريكا الجنوبية مثلا أو من آسيا أو من الهند يعني تربي لك الطفل بطريقة أنت ممكن ما توافق عليها يعني تجنب الأمر أفضل يعني الوقاية خير من العلاج طبعا بالإضافة أنه أنا بقول أنه أخذ الطفل من أهله دائما هذا بيكون الحل الأخير وفيه ممكن الناس فهم خاطئ أنه الشؤول الاجتماعية بتسرع إلى أخذ الأطفال من أبناء هذا الحكي مش صحيح كيف مصحيح أنت يعني تعمل في هذا المجال عندما ترد لك حالة أنت المثال اللي ضربته طفل تم تعنيفه من قبل أمه أمام معلمته ضربته هل مباشرة تأخذوا الطفل وتفصلوا عن أمه؟ لا ما الذي يحصل إذا؟ اللي بيحصل أنه مجرد ما ييجي تحويله لعائلة أو لقضية بيكون هناك تقييم لوضع العائلة بيكون في بحث اجتماعي كامل عن العائلة بيكون في أول إشي فريق في المكتب بيفحص مع الشرطة إذا فيه سوابك إذا فيه مشاكل معروفة لدى الشرطة إذا فيه قصدك لأحد الوالدين لأحد الوالدين أو لأحد الأولاد أو لأحد الإخوة أو الأخوات نقطة ثانية بيكون فحص مع الإسكان إذا فيه مشكلة بالنسبة للسكن فيه ديون فيه أي مشاكل أخرى فيه مثلا تصرفات مع الجيران إلى آخره بيعرفوا هذا الشيء بالتفصيل قبل ما أصلا ميتصلوا مع العائلة بيكونوا عملوا بحث شبه كامل عن العائلة بيسألوا الممرضة المستشفى الطبيب العائلة بيسألوا كل هدول الناس بيسموها يعني ملتي ايجنسي سيف كاردن هب عندنا بيكون فيه فريق كامل جالس وبعمل بحث كامل عن العائلة يعني متعدد الوكالات نعم متعدد التخصصات كمان هذه المعلومة يعني ما المعلومة التي تصلون إليها وأتعطيكم الخيار باتخاذ قرار بسحب الطفل من أمه أو أبوه يعني أول شيء مجرد تعنيف الطفل في مكان عام هذا يعني ممكن يفهم على أنه إذا كان في مكان عام بضرب الولد كيف في البيت فالبيت فالأمر محد الشايف بدي يكون الوضع أسوأ بالنسبة للطفل فطبعا لكن ليس بالضرورة ليس بالضرورة ولكن يتم تعيين أخصائي اجتماعي لتقييم الوضع في البيت وطبعا هذا بيكون لمدة 45 يوم التقييم وبيكون هناك زيارات في خلال هذا التقييم بيكون استشارات مفصلة مع الأخصائيين أو مثلا الطبيب المعلمة المدرس بيسألوا كل الناس عن العائلة بيسألوا الأقارب مرات إلى آخره فلا يتم أخذ الطفل من أهله بطريقة سريعة ومباشرة إلا في حالة أنه إذا كان مجروح جرح خطير أو أنه يتطلب عنده كسور جراء العنف الذي حصل ويتطلب فترة من الدراسة قبل إعادة الطفل إلى أهله لتأكد بأنه عدم إعادة الطفل إلى أهله يعني هو الخيار الأحسن للطفل طيب ما الذي تأخذوا في حسبانكم عند اتخاذ قرار بإعطاء الطفل لأسرة أخرى يعني أنا كما قلت في البداية أنه يتم تقييم وضع العائلة الأب والأم إذا كانت النتيجة فيما يبدو ستكون سلبية كيف نفترض أن الأم لا سمح الله عندها مشكلة نفسية أو عندها اكتئاب أو عندها أي مشكلة بتمنعها تكون بواجبها كأم الأب مثلا عنده عنيف بيضرب الأم بيضرب الأولاد الأب مثلا عنده مشكلة نفسية أو عنده مشكلة عقلية أو عنده مشكلة مع الشرطة أو عنده مشكلة أنه بيشكل خطر على الأولاد أو أنه في أنواع كثير من الخطر وليس بس خطر يعني أنه ممكن يكون حرمانهم من المال حرمانهم من العاطفة من الاحترام من البهدة لقدام الناس وقدام كل حدا هذا في حالة الوصول الأخصائي الاجتماعي إلى قرار بأن الأب والأم لا يستطيعون أنهم يقدموا الرعاية للأطفال يتم التوجه للعائلة الممتدة فبيتم السؤال هل في عم هل في خال هل في خالة هل في عم هل في جد في جدة هل في صديق في صديقة أي حدا ممكن يدير باله على الأولاد أو يساعد الأب والأم يدير بالهم على الأولاد كمان فيه بيسموه يعني اجتماع اجتماع للعائلة هذا معمول هنا في بريطانيا الكلام ربما يفاجئ بعض الناس لا هذا موجود ونعملهم كثير من الحالات تتم تحويلها لأسر لا غير عربية وغير مسلمة قبل ذلك أنا عملت مع عائلة مصرية مثلا العام أجى من مصر من مصر وتم تقييمه وتم إجازته والموافق عليه وهو أصبح الراعي للأولاد ممكن أعمار الأولاد يعني ممكن خمسة أو ست سنوات يعني أنا ممكن بعطيك أرقام مش صحيحة حتى لأنه فيه خصوصية للحالات ولكن تم الموافق على الأرقام الصحيحة بالنسبة للأعمار مهمة طبعا هو طبعا مثلا بالنسبة للتبني أي طفل يزيد عمره عن خمس سنوات يعني لا ينظر في قضيته على أنها قضية التبني لأنه بيكون الطفل كبير في العمر بالنسبة لموضوع التبني فبتجهوا لموضوع اللي هي اللي بيسموه العائلات الراعية اللي هي يعني بترعى الطفل والحكومة هي بتكون مسؤولة في النهاية عن رعاية هذول الأطفال فأنا ببدي أقول أنه للناس أول شي أنه الأمر مش مسريع فيه إمكانية أنكم تحتفظوا بأولادكم أنا نصيحتي لكل عائلة تدخل معها الشؤون الاجتماعية أنهم يرحبوا فيهم وطبعا يتعاونوا معهم بكل شفافية وبكل صدق الصدق هو مفتاح الفرج الإنسان إذا أخطى يعترف أنه أخطى ويبحث عن وسائل كيفية تصحيح الخطأ وكيفية التعلم من الخطأ في عنا دورات للأباء والأمهات وفي عنا دورات تدريبية وبنعلم كيفية التعامل مع الأطفال وصعوبات التصرفات وإلى آخره قبل ذلك هناك من يرى بأن هذه حملة مستهدف يستهدف فيها نظام الرعاية الاجتماعية لا تحدث عن بريطانيا فقط ربما سمعت أنت وتابعت في الإعلام حالات كثيرة في السويد تحديدا نعم مضبوط استهداف أبناء المسلمين والبعض يسميها اختطاف أبناء المسلمين وهناك تقصير أيضا في نظام الرعاية الاجتماعية هناك حالات تحدث عنها الإعلام البريطاني في العام الماضي تحديدا لعدد من الأطفال التي تم إهمالهم لن أذكر أسماء محددة لكن ثبت العام الماضي بأن إهمال الرعاية الاجتماعية في متابعة بعض الأسر أدى لمقتل أطفال فكيف يمكن الوثوق بنظام الرعاية الاجتماعية إذن؟ أنا بقول أنه بالإمكان الوثوق في نظام الرعاية الاجتماعية حتى العائلات التي لا يكون عندها أحقية الحصول على المساعدات من الدولة المالية الشؤون الاجتماعية تدفع أجار البيت وبتعطيك كمان راتب حتى أنك أنت تصرف على نفسك وتصرف على ابنك أو بنتك في حالة أنك أنت كنت لاجئ أو مهاجر أو مقدم لجوء وما عندك المال الحكومة بتعطيك المال كمان في حالات نادرة لما بيكون الأب والأم عندهم ما عندهم مش مأوى والأطفال يعني بحاجة إلى مأوى إذا كان الأب والأم بتعاونوا وبروحوا على الإسكان والإسكان بعطيهم ببيت وبيأهلهم وبيقدروا يدير بهم على الأطفال كمان بيساعدوهم ففي حالات نادرة أن الأطفال ممكن يخذوهم لمدة أسبوع أسبوعين حتى الأب والأم يدبروا حالهم ويدبروا لكن هذه مشكلة خطيرة يعني لماذا تساعد الدولة في تأمين بيت أكبر لهؤلاء قبل أن تأخذ الحكومة تؤمن الحكومة تؤمن ولكن أحيانا تقدم بيت للأب والأم ويرفضون لأنهم عاوزين في منطقة فخمة أو منطقة يعني غير المنطقة اللي معروضة عليهم فالقانون بقول إذا عرض عليهم مثلا مسكن في منطقة ما لازم يأخذو إذا ما أخذوش مشكلتهم هما مش مشكلة الحكومة طيب الموظفين الذين يقومون بدراسة هذه الطلبات البعض يقول أن بعض هؤلاء الموظفين يتقصدون أبناء المسلمين يعني هل يمكن التأكيد بأن كل موظفين الرعاية الاجتماعية مثلك كلهم يتعاملون بمصداقية ونزهة وشفافية عند التعامل مع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم بالتأكيد أولا أخصائي الاجتماعيين في بريطانيا لا يستطيعون أداء عملهم وواجبهم بدون أن يكونوا مسجلين في نقابة الأخصائي الاجتماعيين البريطانيين وطبعا يكونوا مؤهلين ومدربين بشكل رسمي ولديهم رقابة وعليهم إشراف وأي شكوى تقدم باتجاه أخصاء اجتماعي ينظر فيها من قبل الإدارة وطبعا العنصرية غير مقبولة والتمييز غير مقبول وهذا شيء غير مقبول أبدا في بريطانيا وهناك الكثير من الأخصائي الاجتماعيين مسلمين ومن كافة الأديان ومن كافة الجنسيات والعرقيات والقوميات وطبعا هناك ممكن يكون في حالات نادرة أن يكون فيه مشكلة عند أخصائي اجتماعي لأن كل الناس بشروا بني أدمين ولكن خاص هناك دائما المحافظة على ثقافة الطفل المحافظة على عادات وتقاليد الطفل المحافظة من يراعي ذلك؟ هل الموظف الذي يتم تحويل الملف له يتم مراعاة بأن هذا الموظف يفهم بهذه الثقافة يفهم بعادات الأسرة التي يريد أن يناقش ويدرس طلبها؟ أكيد وطبعا هناك قانون يحكم العمل وهناك أيضا دورات تدريبية كيفية التعامل مع العائلات من أفريقيا كيفية التعامل مع العائلات المسلمة كيفية التعامل مع العائلات من كافة العرقيات وكافة الجنسيات وكافة القوميات طبعا هناك وعي لدى الأخصائي الاجتماعيين بالثقافة ولكن طبعا غالبا أنا ولا ألوم طبعا للأباء والأمهات ولكن غالبا يكون هناك مشكلة في البيت إما مشكلة في النظام الأسرة وإما مشكلة في التعامل ما بين الأب والأم وأما مشكلة نفسية وإما مشكلة في العمل مشكلة بالفقر لكن عندما تأخذ الولد من أسرته أنت تعمل مشكلة أخرى أنت تخلق مشكلة أكبر لا يجب أن تأخذ الولد من أسرته إلا في الحالات الطارئة والحالات المستعصية هي معظمها حالات مستعصية إذا أنت نظرت إلى عدد سكان بريطانيا تقريبا سبعين مليون نسمة كم طفل في نظام الرعاية تقريب مليون مليون من سبعين مليون يعني أنت عم تحكي على نسبة أقل من واحد في المية وهل هناك إحصائيات لنسبة المسلمين من هؤلاء الأطفال يعني أنا أقول بالألاف يعني ممكن بالألاف من سبعين مليون ولا إشي نسبة أقل من واحد في المية وإذا قارنت هذه النسبة بين العرقيات والقوميات والثقافات الأخرى أين تضع المسلمين وأقصد هنا نسبة قليلة جدا أولاد المسلمين عندهم مشاكل نسبة قليلة جدا هناك مشكلة في نسبة عالية من الأطفال الأفارقة والكاربيين في النظام الرعاية وحتى في كافة الأماكن الأخرى في السجون في نسبة الفقر في البطالة في كافة الأمور ولكن المسلمين غالبا رعايتهم للأطفال تكون جيدة وقليل جدا من العائلات المسلمة يكون لديها تقصير وطبعا حينما يكون هناك مشاكل معينة يتم علاجها من خلال العائلة الممتدة وهذا وسؤال التالي وطبعا لعائلات الأسيوية قليل جدا ما فيه أطفال أسيويين في الرعاية إذا لم يكن لديك عائلة ممتدة ما الخيارات والمعايير الأخرى التي تأخذها لتحويل الطفل إلى أسره بديلة؟ إذا أنت كنت لوحدك في بريطانيا وما عندك عائلة ممتدة وصارت عندك مشكلة أنا بقول وبأنصح أنك تتصل مع عائلتك في فلسطين في الأردن في لبنان في أي مكان وإنت تكون صريح وصادق معهم وتخبرهم أنه فيه مشكلة ومشكلة حقيقية وتطلب منهم إذا هم بإمكانهم يرعوا ابنك أو بنتك بشكل دائم واتقدم أسماءهم للحكومة البريطانية والحكمة البريطانية والشؤولة الاجتماعية تتصل معهم حتى لو هم موجودين في لبنان أو في فلسطين أو في أي دولة عربية وحتى مستعدين نسافر ونروح نقيمهم في مصر في الجزائر في المغرب يعني أنا أعرف حالات رفضت طلبات لم الشغل لزوجاتهم فكيف وأنت تعلم نظام الهجرة هنا في بريطانيا النظام صعب ومعقد فكيف تقول بأنه يتم استفاد أو استقدام استجلاب أسر بديلة للأطفال من أقاربهم يتم ذلك وطبعا هناك تواصل مع السفرات العربية والأجنبية هناك تواصل مع وزارات الشؤول الاجتماعية في كافة دول العالم أحيانا نطلب من وزارة الشؤول الاجتماعية مثلا في نيجيريا أن تذهب لتقيم أقارب وأصدقاء لأطفال موجودين في بريطانيا وهناك أيضا مؤسسات في الخارجية البريطانية وفي الحكومة البريطانية تتواصل مع الهيئات الدولية وهناك اتفاقيات مع أوروبا وهناك اتفاقيات مع كافة دول العالم وهناك مؤسسات دولية موجودة هنا للتعامل للشؤول الاجتماعية الدولية لتعامل مع هذه القضايا الملحلة ستتحول طفل إلى أسرة مسيحية طفل مسلم إلى أسرة مسيحية هذا شيء مؤسف ولكن أحيانا يكون في طفل بحاجة إلى عائلة ترعاه وهناك نقص كبير وأنا عملت برنامج على تلفزيون البريتش مسلم عن نقص العائلات الراعية من أصول مسلمة وطبعا أنا أدعو العائلات التي تسمعنا وتشوفنا في هذا البرنامج أنهم يتقدموا إلى البلديات في بريطانيا وهيئات الشؤول الاجتماعية ويطلبوا أنهم يرعوا أطفال إذا عندهم غرفة إضافية إذا عندهم الوقت أنهم يشتغلوا ويساعدوا أطفال مسلمين أنهم يقدموا ويكونهم عائلات راعية وطبعا الحكومة البريتانية تدفع بشكل سخي للعائلات التي ترغب في رعاية الأطفال يعني أنا مثلا بقول مش أقل من 500 جنيه في الأسبوع لبعض العائلات هل يعطى بالإنفاق على الطفل طبعا بشكل أساسي ليست مكافأة للأسرة وليس راتب للأسرة هي جزء منها راتب وبدون ضريبة كمان يعني أقل ما ستحصل عليه هو 500 جنيه للطفل الواحد فإذا عندك طفلين يعني إذا تحدث عن ألف جنيه في الأسبوع في الشهر يعني عم تكون أربع تلاف جنيه لو صرفت منهم على الطفل ألف جنيه بيظل لك ثلاث تلاف جنيه وهل الحكومة تراعي وأنتم كفي الرعاية الاجتماعية تراعون أنه إذا لم تجدوا أسرة بديلة من أقارب الطفل أن الطفل أسرة مسلمة هذه الحالات المؤسفة أنه بيبحثوا عن عائلة مسلمة من نفس الثقافة من نفس العادات والتقاليد أحيانا بيكون في نقص ما بيكونش في عائلات مسلمة موجودة فباضطروا الحكومة لأن الطفل من الصبح للمساء ينتظر بده يروح على عائلة فبيحطوه مع عائلة ممكن تكون مسيحية أو عائلة من أي ديانة أو بدون ديانة ولكن بشرط أنها تكون العائلة متفهمة أن الطفل هو من أصول مسلمة ومستعدين يخذ الطفل على المسجد ومستعدين يخذ الطفل على دروس للغة العربية والإسلام ويربوه على أنه مسلم كمان آخر نصيحة لك بالنسبة للأسر الوافدة حديثا أنت تعرف أستاذ كايد بن نو أيضا البيئة البريطانية وفهم طبيعة هذه البيئة يختلف من إنسان لآخر الوافدون الجدد في كثير من الحال لا يعرفون طبيعات البيئة هنا ولا يعرفون حتى القوانين هؤلاء الجد ماذا تقول لهم عند التعامل مع أطفالهم؟ أول حاجة أقول هي فهم المجتمع الذي يعيش فيه فهم كيفية التعامل مع الأطفال في بريطانيا طبعا أنا متأكد أن الأب والأم أكيد بيحبوا أطفالهم بشكل تلقائي وبشكل طبيعي وبالتأكيد هم يعني رح يقدموا الملبس والمأكل والمصروف وكله للأطفال والحب والعاطفة يتجنبوا أنا نصيحتي الكبرى هي أن يتجنبوا النقاش الحاد واللي ممكن يصير عنيف أمام الأطفال إذا بدوا يصير بينه وبين الأم نقاش يودوا الأطفال على غرفتهم وبعدين يتحدثوا بعدين حتى لو بد يصير أن الأمور تصل لحد خارج السيطرة أن الأب بيكون مثلا أنا بدي أطلع أتمشى في المنتزه أو أنه مثلا بدروح أشتر غراض فيطلع يعني حتى يبرد من غضبه وما تحصل الأمور وما تزيد الأمور عن حدها عدم رمي الأدوات في البيت يعني عدم رمي الأدوات على بعض هذا ضروري لأنه ممكن الأدوات بشكل خاطئ أنها تصيب طفل من الأطفال تسوي له جروح أو تسوي له كسر أو مشكلة والنصيح الذهابي اللي قلتها في البداية طبعا عدم الإهمال والنقاش دائما مع الأطفال حول مشاكلهم وعدم الإهمال عدم الإهمال للطفل الاستماع للطفل الحديث مع الطفل الاهتمام في المدرسة كمان حتى الحديث مع المدرسين المدرسات إذا اتصلوا عليكم للشؤول الاجتماعية ما تتجاهلوا الشؤول الاجتماعية تكون الإنسان صادق معهم لأنه في النهاية هم بيكونوا عارفين عن الواحد قصة حياته فأنت لما تبدو بتبلش تحكي لهم قصة صغير صحيحة هم رحبوا سيشكوا بك ربما يزيدوا المشكلة تعقيدا هذا ما سيحدث أشكرك شكرا جزيلا المسؤول في الشؤون الاجتماعية ومسؤول فريق من الباحثين على المستوى البلدي في بريطانيا كائد غياضة شكرا جزيلا لك كما أشكركم مع عزائي المشاهدين ختام هذه الحلقة من قضية وحوار أترككم في أمان الله شكرا جزيلا لكم